أعلنت المديرية العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية القبضة على ثمانية متهمين في مناطق متفرقة من البلاد وذكرت المديرية في بيان أنه تم اعتقال ثلاثة متهمين في كل من بغداد وكاركوك ومتهم واحد في محافظة الأنبارة وآخر في واسط بحوزتهم مدت لكريستال المخدرة إضافة إلى أدوات التعاطي ليتم حالتهم إلى القضاء اشتركوا في القناة